اشتركوا في القناة فيزين صلاته لما يرى من اعين الناس هذا الرياء لاحظوا في الصحابة خافوا قالوا الشرك خفي سماه النبي صلاة والسلام شرك وجاء في الحديث انه الشرك الاصغر وانه خفي ممكن يصيبنا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل رسول الله ان كان هذا الرياء الخفي ماذا نفعل علمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم أنا أقول إذا كان الإنسان يصلي يصوم يأمر بالمعروف أنه على المنكر يتصدق ينصح يفعل الصالحات لابد أن يأتيه داعي الرياء من الشيطان لابد طيب ماذا نفعل إذا جاءك داعي الشيطان فعليك بثلاث أمور احرص عليها رقم واحد استعد بالله من الشيطان الرجل لأن الرياء من الشيطان قل أعوذ بالله من الشيطان الرجل اثنين اذكر الذكر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم ثلاثة اقدم على العمل ولا تحجم استعذ بالله اذكر الذكر اقدم ولا تحجم لأن الشيطان ماذا يريد من الرياء يريد منك أن تقطع العبادة فيقول إيه أنت الآن تقرأ قرآن وتحفظ لكي يقال قارئ صوته جميل ادحر الشيطان وعانده وقول الذكر واستمر في الحفظ قل إيه أنت تنصح الناس يعني فاهم ادحر الشيطان وعانده وقول الدعاء والذكر واستمر في النص يطلب العلم فيأتي أن تطلب العلم ليقال عالم ادحر الشيطان وادفع هذا الشيطان وعانده واذكر الذكر اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك وأن أعلم واستغفرك لما لا أعلم وأقدم هذا الآن أنت تعاند الشيطان والله عزيزي قال أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوه ومن اتخاذي عدو أن لا نطيعه نعانده لذلك تستطيع بإذن الله أن تعالج هذا الرياء اشتركوا في القناة